اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوي انقطاع الوقود يوقف عمل مستشفى حكومي في اليمن ووزارة الصحة تحذر من تراجع القدرة على انتاج الاكسجين وحفظ الدم لأول مرة منذ عقود العراق يصدر الحبوب بعدما كان ثاني اكبر مشتر للقمح في الشرق الاوسط بايد دانس الصينية ترفض بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت على الرغم من تهديدات واشنطن اهلا بكم اعلن مركز نقل الدم وابحاثه في صنعاء ان عرقلة دخول المشتقات النفطية من قبل التحالف السعودي اثر بشكل كبير على تزويد المركز لعشرة الاف مريض يمني شهريا بالدم وزارة الصحة في صنعاء اعلنت عن توقف عمل اول مستشفى حكومي في حجة غرب اليمن نتيجة انقطاع الوقود احمد زبيب والتفاصيل يغذي مركز نقل الدم وابحاثه بفروعه في صنعاء وثلاث محافظات يمنية اخرى نحو عشرة الاف مريض في الشهر الواحد بالدم اغلبهم من مرضى الفشل الكلوي والتلاسيميا والاورام وغيرها اليوم ومع انقطاع المشتقات النفطية نتيجة الحصار بات المركز غير قادر على العمل وتوفير احتياجات المستشفيات والمرضى بالشكل المطلوب تخيل لو توقفت خدمة لجهة الدم الآمن بسبب العدام المشتقات النفطية ستكون كارث اللا قطر الله وغفية بمعدة العشر الف مريض شهريا وزارة الصحة اليمنية اعلنت توقف اول مستشفى حكومي في حجة ناهيك عن ان ثلاثة مصانع للأكسوجين خففت من انتاجها بنسبة تصل الى ستين في المائة مع انعدام الوقود ليتهاوى القطاع الصحي على نحو غير مسبوك بينما تلتزم الامم المتحدة الصامت قادمون على ازمة كبيرة خاصة في الجانب الصحي ومع ذلك نكتشف مؤخرا بان الامم المتحدة هي من تتزعم هذه القطع المشتقات النفطية وكانوا يستمرون في الضغط علينا من هذا الجانب الانساني حتى وصلنا الى هذه المرحلة الاخيرة باغلاق اول مستشفى وقريبا سيتتم اغلاق اكثر من المستشفى اكثر من مائتي مستشفى يمني واربعة الاف مركز صحي مهددة بالتوقف خلال الفترة المقبلة وسط دعوات لتحرك دولي عاجل لفك الحصار عن سفن اليمن النفطية اغلب المستشفيات والمراكز الصحية اتخففت خدماتها الطبية بنسبة تصل الى 60% مع انقطاع المشتقات النفطية تأثيرات ستطال الاف المرضى اليمنيين وسط تحذيرات من شلل تام تتحمل مسؤوليته الامم المتحدة بعجزها عن فك الحصار احمد محمد زبيب صنعاء الميادين منذ عقود طويلة يستعد العراق لتصدير محصول الشعير الفائد عن حاجة السوق المحلية بعدما كان ثاني اكبر مشتر للقمح في الشرق الاوسط المتحدث باسم وزارة الزراعة قال ان الحكومة تعتزم بيع 700 الف طن من الحبوب في مزاد الاسبوع المقبل بسعر ادنى يبلغ 125 دولار امريكيا للطن الى دول خليجية والى الاردن ودول شمال افريقيا اعلنت ايران عن استناف النشاط التجاري مع العراق عبر منفذ الشهيد الفريق قاسم سليماني مهران سابقا على مدار الاسبوع حيث يتوقع استقبال 250 شاحنة عراقية كل يوم لنقل البضائع التصدرية المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي اعلن ان فتح الحدود يوميا سيرفع من حجم الصادرات من 500 شاحنة الى 1750 وقال للطيفي ان العراق تصدر الدول المستوردة للخضر والفواكه من ايران حيث استورد نحو مليون و95 الف طن في خمسة اشهر اعلنت وزارة النقل السورية عن تسيير ثلاث رحلات جوية على متن الخطوط الجوية السورية من ثلاث دول ونشرت الخطوط الجوية على موقع فيسبوك منشورا توضح فيه تفاصيل الرحلات الثلاث التي تنطلق من الاردن والامارات وروسيا مع مواعيد هذه الرحلات بدأت الحكومة السودانية تطبيق اجراءات قانونية طارئة تهدف الى انهاء التلاعب في سوق الصرف ووقف عملية تهريب الثروات الى خارج البلاد وزيرة المالية السودانية هبا احمد اعلنت ان الاجراءات تتضمن محاكمة المتلاعبين بالاقتصاد وتشكيل قوات مشتركة من الشرطة والجيش والاستخبارات لحماية الاقتصاد السوداني بالاضافة الى اجازة قوانين رادعة لحماية من التغريب والتلاعب والغش في العاصمة الليبية ترابلس خرجت تظهرات شعبية ضد الفساد المحتجون الذين طالبوا بتحسين ظروف معيشتهم ولسيما في ظل وباء كورونا رفعوا الاعلام الليبية ولافتات تطالبوا بتطبيق الدستور وبإجراء انتخابات عامة وتحصلوا هذه التظهرات بعد ايام قليلة على اختتام الحوار الليبي الليبي في المغرب والذي من المتوقع ان يستأنف في جناد في مرحلة لاحقة سيمنح مصرف لبنان المركزي قروضا استثنائية بقيمة اربعمائة مليون دولار لبنوك وشركات مالية مشيرا الى ان عدد المستفدين منها يقارب تسعة وعشرين الف فرد ومؤسسة المركزي قال ان اربعة وسبعين في المائة من الاموال ذهبت لتزيد السندات دين المستحقة واحد عشر في المائة لتغطية رواتب والنسبة الباقية لتغطية الحاجات الانتجية والرسملة تشكل النفايات الصلبة نحو اربعين في المائة من النفايات التي ينتجها المواطنون الايرانيون وتؤثر هذه النفايات سلبا على البيئة حيث انها تحتاج وقتا طويلا لتتحلل في التربة ولحل هذه المشكلة لجأت بلدية طهران الى ابتكارات جديدة لتسريع عملية فرز النفايات ملحمرية من طهران لم يعتد محمد هذه التجربة من قبل هي المرة الاولى التي يغادر فيها منزله متوجها الى متجر المواد الغذائية حاملا معه النفايات الصلبة بدلا من النقود لن يحتاج الى رميها في احدى الحاويات القريبة بعد الان فهنا ستعود عليه بالفائدة هذا اول متجر في ايران يقدم للمواطنين مواد غذائية مقابل النفايات المفرزة وتحدد القيمة الشرائية بحسب كمية النفايات خطوة تهدف الى تجيع المواطنين على فرز نفاياتهم في منازلهم في اطار حملة اطلقت منذ عدة سنوات نجمع النفايات من المنازل ونفرزها ومن ثم نجلبها الى هذا المتجر لنحصل على مواد غذائية في المقابل وبهذا نحافظ على البيئة ونستفيد اقتصاديا قررت بلدية طهران انشاء عدد اخر من هذه المتاجر بعد الاقبال الكبير الذي شهدته من المواطنين الذين بدأت تترسخ لديهم ثقافة الفرز بعد حملات التوعية التي قامت وتقوم بها البلدية لقد فكرنا في المنطقة التاسعة عشر التابعة لبلدية طهران بانشاء هذا المتجر لتشجيع المواطنين على فرز النفايات من منازلهم ونحن نعمل لافتتاح متاجر اخرى بعد الترحيب الذي لاقاه هذا المشروع هذا واحد من عشرات المراكز المخصصة لاستلام النفايات وفرزها ومن ثم لارسالها الى مصانع مخصصة لاعادة التدوير وتخرج من هنا عشرات الاطنان من الالمينيوم والكرتون والورق والبلاستيك والنفايات الالكترونية لتتحول الى منتجات جديدة هذا العمل يساعد كثيرا العجلة الاقتصادية ويحافظ على البيئة ونحن نستفيد من هذه النفايات لصناعة اشياء جديدة من حلال اعادة التدوير تحث بلدية طهران المواطنين منذ سنوات عديدة على فرز النفايات وترشدهم الى اهمية تدويرها بيئيا واختصاديا حتى اصبح الثقافة الفرز راسخة وانعكست على المشهد العام للمدينة وحولت معها اطنان النفايات الى ذهب من حمرية طهران الميادين رفضت مجموعة بايد دانس الصينية بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت وذلك على الرغم من تهديدات واشنطن بحظر التطبيق في امريكا بذريعة الامن القومي مايكروسوفت قالت ان الاقتراح كان سيكون مفيدا لمستخدمين المنصة ويحمي مصالح الامن القومي الامريكي وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد كال اتهامات للشبكة بالتجسس لصالح الصين من دون ادلة ووقع عمرا بحظرها اذا رفضت الشركة الصينية باع اعمالها في الولايات المتحدة لشركة تكنولوجيا امريكية يعقد قادة بلدان الاتحاد الاوروبي محادثات عبر الفيديو مع الرئيس الصيني تشجينج بينج على امل تحقيق تقدم في مجالي التجارة والاستثمار رغم التوتر بين الطرفين حول ملفات عديدة وكان الرئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فاندرلاين والمستشارة الالمانية انجلا ماركل يعتزمون عقد قمة مع القاضة الصينيين للتوصل الى اتفاق حول مناخ الاستثمارات وتوسعها وسط حذر اوروبي من عقبات كبيرة لا تزال مثلة ابرزها الاذعان لشروط غير مقبولة بالنسبة لبلدانهم قال وزير الخارجيات التركي مولود جوي شوغلو ان بلاده لا تتوقع ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عليها بسبب نزاعها مع اليونان في شرق البحر المتوسط وذلك بعد يوم من سحب تركيا لسفينة تنقيب على النفط والغاز من المياه المتنازع عليها اوغلو اكد استعداد انقرة لاجراء محادثات من دون شروط مسبقة لكنه اضاف ان سفينة التنقيب التركية ستستأنف عملياتها قريبا اعتبرت شركة النفط بريتش بيتروليوم ان عصر نمو الطلب على النفط قد انتهى وان استهلاك النفط قد لا يعود ابدا الى المستويات التي كان عليها قبل ان تنتشر ازمة فيروس كورونا مبينة ان العالم يبتعد عن الوقود الاحفوري الرئيس التنفيذي للشركة بيرنارد لوني قال ان بي بي ستقلس انتاج النفط والغاز بنسبة 40% خلال السنوات العشر المقبلة وستنفق ما يصل الى 5 مليارات دولار سنويا لبناء واحدة من اكبر مصادر الطاقة المتجددة في العالم تستعر الحرائق في عدة مناطق حول العالم مصدى مخاوفة من تأثيرها على البيئة والمناخ ولسيما ان تلك الحرائق قد تسهم في زيادة الاحتباس الحراري تميز عام 2020 بحرائق واسعة النطاق حول العالم حرائق التهمت ملايين الهكترات من الغباد في موجة تعد غير مسبوقة في بعض البلدان اصابع الاتهام وجهت مرة اخرى نحو التغيرات المناخية فقد شهدت السواحد الغربية في الولايات المتحدة مئات الحرائق من حدود كندا شمالا الى حدود المكسيك جنوبا وصولا الى البرازيل ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعن الاضرار والتأثيرات يقول خبراء البيئة ان الدخان الناتج عن الحرائق يحتوي على ثاني اوكسيد النيتروجين وثاني اوكسيد الكربون وهتان المادتان خطيرتان جدا وتتسببان بضرر كبير في طبقة تروبوسفير التي تشكل احدى طبقات الغلاف الجوي كما اكدوا ان الدخان يتسبب بحالة اختناق ومشاكل في الجهاز التنفسي وحتى مشاكل في الجهاز العصبي وحالة وفيات ناتجة عن تلوث الهواء اكبر بكثير من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا وعن الاسباب المؤدية لهذا الحرائق يقول الخبراء ان الاسباب تختلف من مكان لاخر ففي الامازون تقوم مافيات بقطع وحرق الاشجار لتوفير بساحة لزراعة الحشيش وهذا نوعا من الحرائق المفتعلة وفي لبنان وسوريا والاردن تكون الحرائق موسمية واحيانا كثيرة مفتعلة وقد تكون ناجمة عن مخلفات بشرية كالزجاج والنوفيات اما في كاليفورنيا فرجح الاختصاص يوناء يكون البرق احد الاسباب الرئيسة لاندلاع الحرائق في فترة الجفاف فيما اكدوا ان ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي واحد من الاسباب الرئيسة لاندلاع هذه الحرائق نهاية النشرة الى اللقاء اشتركوا في القناة